احنا لا يحق لنا أن نجعل قضية الحسين كبقية القضايا قضايا كثيرة في تاريخ الإمام السجاد صلوات الله عليه المذكورة في بحار الأنوار مجلة 45 صفحة 147 وغيره من الكتب عن الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول إن الإمام السجاد بكى على أبيه أربعين سنة أربعين سنة كان يبكي صائما نهاره قائما ليله فإذا حضر الإفطار وجاء غلامه بطعامه وشرابه فيضعه بين يديه فيقول كل يا مولاي الإمام السجاد ما كان يمد يده إلى الطعام وإلى الشراب وهو صائم فيقول الإمام السجاد كيف آكل وقد قتل ابن رسول الله جائعا كيف آكل وقد قتل ابن رسول الله عطشانا أو عطشان فلا يزال يكرر ذلك ويبكي حتى يبتل طعامه من دموعه ثم يمزج شرابه بدموعه الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول فلم يزل كذلك حتى لحق بالله عز وجل الإمام السجاد كم عاش بعد أبيه 35 عام أو 40 عام إلى اليوم الأخير الإمام السجاد كان يعيش أحزان كربلا